اشهدت سمو شيخة ام ناصر حرمو حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اشهدت بالرعاية الملكية الكريمة التي يحظى بها الايتام والارامل في مملكة البحرين والاهتمام الكبير بتوفير كافة اشكال الرعاية والخدمات التي تساهم في تقديم الحياة الكريمة لجميع المستفيدين من خدمات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شاء ذلك خلال استضافة سموها لأكثر من مئة طفل وطفلة من منتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للاحتفال بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث احتوى برنامج الحفل على العديد من الفعاليات والألعاب والمسابقات بمشاركة الفرقة الشعبية النسائية إضافة إلى تقديم الجوائز والهدايا القيمة من سمو الشيخ أم ناصر للمشاركين في الاحتفال وقد أشادت سموها بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من الحكومة المقرة بقيادة سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء وثمنة جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في قيادة هذا الكيان الإنساني الهام بكل تميز واقتدار مما مكنها من تحقيقها العديد من النجاحات والإنجازات المحلية والإقليمية والدولية كما حثت سموها الأيتام على المثابرة والاجتهاد في دراستهم وهمية العلم في رقي المجتمعات واقدة بأن الأطفال اليوم هم أملوا ومستقبلوا البلاد الواعد كما شجعتهم سموها على تحصيل العلم والترابط الأسري ليكونوا مواطنين صالحين من جانبه تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بخالص الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو والدة سمو الشيخ ناصر بن حمد على تفضلها باستضافة أبناء المؤسسة مؤكدا بأن هذا الأمر غير مستقرب على سموها حيث حظيت المؤسسة بدعم سخي ومستمر من سموها ولسيما فيما يخص تقديم الرعاية والخدمات للأيتام والأرامل ويسهم في تعليمهم وتدريبهم وسقل شخصياتهم بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية لصالح الأيتام ترجمة نانسي قنقر